بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم في كل وقت وحين اللهم آمين أهلا ومرحبا بكل مشاهدين الكرام مشاهدي قناتنا قناة أون ومشاهدي قناة الأولى المصرية ومشاهدي الفضائية المصرية وسائر مشاهدينا الأعزاء الكرام في كل مكان اليوم هو الحلقة المخصصة للرد على الأسئلة الخاصة بحضراتكم اللي بنكون في شريف استقبلها على الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادي عمارة ده اسم صفحتنا اللي بنتلقى عليها الأسئلة والأجوبة بتكون من خلال الشاشة ليس من خلال الصفحة صفحة فقط لتلقي الأسئلة والأجوبة بتكون في اليوم المخصص للرد على الأسئلة وهو يوم الأربع من كل أسبوع بنذكر حضراتكم بنلتقي وإياكم من السبت إلى الأربعاء من السبت للتلات بنكون في رحاب التفسير الموضوعية لصور القرآن الكريم وكمان بناخد أسئلة حضراتكم على الهواء مباشرة وقدر الطاقة بنحاول نجاوب عنها في ذات الحلقة ويوم الأربع هو المخصص للرد على أسئلة حضراتكم اللي بتفد على الصفحة الرسمية للبرنامج وكمان بنعرض فقرتنا المباركة فقرة كتاب قلوب عامرة اللي هو بيكون برضو بنعرضها يوم الأربع نبدأ بقى في أول سؤال معنا النهاردة من الأسئلة اللي تشرفنا باستقبلها على صفحتنا الصفحة الرسمية للبرنامج سائل بيقول عند قراءة قصار الصور في الصلاة هل لابد من قول البسملة في كل صورة ولا مرة واحدة في الأول فقط وعند قراءة الأذكار عند تكرار مثلا صورة الصمد والمعودتين لابد من قول البسملة في التكرار أو عند تكرار حراءة الصورة المختار للفتوى بالنسبة لهذه المسألة أخي الفاضل أن قراءة البسملة في الصلاة وخارجها سواء في التلاوة أو حتى في الذكر أو في قول الأذكار مشروع في الجملة في بداية الفاتحة أو بين قصار الصور وبتختلف بقى درجة المشروعية بحسب أقوال العلماء والفقهاء واكتهادتهم في هذه المسألة وينبغي في الحالة دي أو في غيرها من المسائل اللي بيكون فيها للعلماء أقوال أنه المكلف بيقلد من الأراء أو بيتبع من الأراء أو بيأخذ من الأراء ما يكون أيصر لحاله وبما كذلك يبعد عنه الوسوسة والفكر وهل ده صح ولا هل ده غلط الأمر في جملته مشروع أخي الفاضر فإن أعينت حبيت تكرر البسملة ما فيش مشكلة ذكرتها مرة واحدة ما فيش مشكلة لأنه هي كلها من باب الاستحباب وأن حضرتك يعني بتسعى إلى استزادة كل ذكر أنت بتقوله كل قول كريم تقوله مما ورد في القرآن أو في الصنة عموما الإنسان بيؤجر عليه فبيبقى مزيد أجر وثواب للقائل وللتالي يا أخي الفاضل السؤال الثاني اللي معنا النهار ده عايز حكم اللي بيبدل الدواء اللي بيصرفه الشغل للموظف حكم اللي يبدل الدواء اللي يصرفه الشغل للموظف بأشياء أخرى من الصيدلية سواء كان دواء أو يعني هيبدله بدواء تاني أو إنه هيبدله بفلوس عشان نبقى صدخين مع السائل الكريم عشان نقدر نقول أن الرد يعني لازم نقول أن الرد على المسألة دي لابد فيها أن احنا نستوضح أولا الطريقة اللي تحصل بيها العامل أو الموظف على الأدوية دي إذا كان العامل أو الموظف تحصل على هذه الأدوية بطريقة استحقاق مشروع يعني ده حقه وبياخده حقه المشروع وبياخده بطريقة مشروعة وهو في احتياج لهذه الأدوية بالفعل والأمر ده تم بإشراف وعلم جهة العمل والقوانين المنظمة لمثل هذه الأحوال فهو بكده بيكون قد تملك فيفعل بها ما يشاء سواء بالانتفاع في التداوي أو أنه يبحى أو أنه يستبدلها بشرط عدم الإضرار بصحته يعني ما هو من وراء التصرف اللي هيعملته وعايز يبدلها بدواء تاني ربما الدواء التاني يكون فيه ضرر عليك فلابد من الاستعانة بأهل الخبرة والتخصص ليكون فيه ضرر على حضرتك ولا ضرر على غيرك سواء من المستحقين للدواء أو من العاملين بسوق الدواء يا أخي الفاضل ومع ضرورة وده اللي بنأكد عليه دائما أبدا لابد مراعاة من مراعاة القوانين واللوائح المنظمة لأمر صرف الدواء للموظفين في جهات العمل يعني الأمور الالتزام بدواء إلا إحنا هنبقى عايشين في غابة كل واحد بيعمل اللي عايزه وماشي بقى بدماغه فيه قانون يبقى نلتزم به والإنسان بيبقى مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى قبل أن يكون مسؤول أمام الجهات وأمام الناس فيه بقى طريقة تانية أنت بيحصل بها الموظف على الدواء يعني إذا كان قد تملك هذه الأدوية بطريقة غير مشروعة فلا يجوز له الانتفاع بأي وجه من وجوه الانتفاع بل ده بيعد من أخذ المال العام بالباطل وإحنا قلنا أنه في أحاديث شديدة التحذير من أكل مال الأمة أكل المال العام والمال العام ده اللي بتعود منفعته على الجميع وليس على أفراد بعينهم وفي الحالة دي يجب إذا ثبت الأمر على هذا الحال أنه أخذها بطريقة غير مشروعة يبقى يجب عليه إعادة هذه الأدوية للجهات اللي تصرفها بأي شكل من الأشكال عشان يتبرأ مما صنع يا أخي السائل في حضرتك شوف نفسك أنت من أي حالة من هاتين الحالتين عشان يعني الإنسان يلتزم قدر الطاقة وأنه يتبع ما أمرنا فيما أن الإنسان لا يستحل النفس شيء ليس من حقه بل عليه أن ينتفع بما هو حقه من الأمور المشروعة له شرعا وقانونا أخي ألفاضي السؤال الثالث اللي معنا النهاردة من أسئلة الصفحة سائلة كريمة بتقول جوزي منعني أني أشتغل لكن أي فلوس بتجيلي بياخدها مني بحجة أنه مش معاه فلوس وفيه فلوس جات لي من أهلي كنت هعمل بيها حاجة لي وما كانش عنده مانع أني أنا أعملها بس أحاول ياخد مني الفلوس والمرة دي أنا رفض وحصلت مشكلة كبيرة جدا وتدخل الأهالي وحلف بالطلاق أني مش هعمل الأمر ده وبعد كده تحل الخلاف بنا وهي سألت شيخ عشان تعرف كفارة اليمين قال أن المفروض الست ليها ذمقة مالية مستقلة بيها تفعل بيها ما تشاء طالما لم تغضي بالله سبحانه وتعالى فيما تريد أن تصنع أو تقوم به فدلوقتي أنا كنت عاوزة ده أعرف يعني ده صحيح لإني بعد ما قال لي كده قلت خلاص وروحت جبتها فهل فعلا صحيح ولا لازم كفارة اليمين من المعلوم شرعا أن الزوج له ذمة مالية مستقلة عن زوجته وكذلك الزوجة لها ذمة مالية مستقلة عن زوجه يعني كل إنسان أحق بماله بمنتهى البساطة والنبي عليه الصلاة والسلام يعني نظم هذا الأمر وحد الحقوق بينها ووضحها عشان لا يجني أحد على حق أحد فقال صلى الله عليه وسلم كل أحد أحق بماله كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين إن الإنسان حر فيما يملك وهو أحق بماله يصرفه فيما يشاء وهو اللي حيسأل عن مصارف أوجه الصرف ده اللي حيصرفها مش حد تاني الحديث ده بيقرر أصل وبيقصل مهم وبيؤكد أحقية الإنسان في التصرف في ماله الزواج في الشريعة الإسلامية ما بيترتبش عليه بحل من الأحوال اندماج الضمة المالية لأحد الزوجين مع الآخر يعني مش بيجي إحنا تجوزنا عشان تجوزنا يبقى فلوس وفلوسي وفلوسي فلوسه وكله كده مع بعضه الزواج عقد الزواج لا يملي ذلك سواء الأموال دي سائلة أو الأموال دي عقارات أو أسهم أو غير ذلك من صور المال المختلف وبالتالي لازم نفهم الموضوع ده وبالتالي لا يحق للزوج أو الزوجة بموجب عقد الزواج في الإسلام أنه يتحكم في تصرفات زوجاته أو هي تتحكم في تصرفات زوجها المالية ولا يعطي الشرع حقا لأحدهما على الآخر في التصرفات المالية كل واحد مسؤول عن حقته هيحسب عليها حر التصرف فيه فضمة الزوج المالية منفصل عن ضمة الزوجة المالية تماما ولا تأثير لعقد الزواج على ذمتي الزوجين المالية بالاندماج لا الكل ولا الجزء وبناء على ما وضحت لا يجوز أن يتصلت الزوج على مال زوجاته بأي وجه من أوجه التسلط بالأخذ ياخد غزبا عنها أو يحرجها فياخد الفلوس ما أخذ بسيف الحياة فهو حرام أو إنه يمنعها شيء من التصرف عشان يلويد رحفة الديل والفلوس كل ده خلي بالنا وأخذنا منكم ميثاقا غليظة أكتر عقد في الشريعة الإسلامية ووصف بأشد أنواع الوصف وأدقها يبقى إذن الإسم المتعلق بأي حاجة في العلاقة الزوجية يأذي الزوج زوجته تأذي الزوجة زوجها الإسم معظم لأن العقد ووصف بما لم يوصف بيه عقد من العقود عقد الزواج فما تستحلش مالها بغير حقه وإنت كمان تأخذي حقك ولا تستحلي ماله بالبطل لأن الزنب المتصل بالحياة الزوجية معظم لإيه؟ لعظمة عقد الزواج وأخذنا منكم ميثاقا غليظة وعشان تبقى بينكم المودة والرحمة وتبقى منكم بقى النصيحة يعني الخالصة أن أنا ممكن أشوره طب أعمل إيه طب إنت إيه رأيك في الموضوع ده فما تخليهاش تضغط إنت عليها فتروح تعمل اللي هي عايزة تعمله وإنت المفروض سندها في الدنيا وتستنصح وتاخد منك نصيحة وما شبه ذلك لكن بالطريقة دي هتهرب وهو كمان لو أنت بتعملي كده هيهرب منك والمفروض أن أنتوا اللي اتنين هن لباسون لكم وأنتم لباسون لهن أنت عايزة نصيحته وهو عايزة نصيحتك وعايزين مع بعض أن أنتوا تتعاونوا ما تخليش كل واحد يشرج من التاني بسوق تصرف كل واحد أو تسلط زوج على زوجة أو الزوج على الزوج ننصح في مثل هذه الأسئلة بالتعامل بالحكمة ونستعمل الحيلة لأجل المحافظة على استقرار البيوت يعني ده مهم خلاص أنا عرفت أن النقطة ضعف الفلوس إيه بعيدة عن الحتة دي مش أهلك الدوكي الحاجة خلاص وتصرفي في الحاجة طالما ليس فيها اعتداء على حق من حقوق شيء أنت عايزة تجيبيه شيء أنت عايزة تبيعيه أنت حرة ده مالك وما تجيش بقى تقوليه أهلي دوني وأهلي عملولي ما تحطيهوش قدام النقطة دي فأعمل حيلة أبعد أمالية زمة مالية مستقلة وما لهش علاقة بفلوسك وحكتك فما تحطيش بقى إيه الموضوع قدامه فيبتدي يطمع فيك فيبتدي يحصل المشاكل يعني نتصرف بنوع من الحكمة ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق أما بخصوص بقى اليمين الذي حلف بها الزوج هو وحده سيدة الفاضلة اللي بيتم معاه زي ما قلنا قبل كده بيتم معاه التحقيق في أمر اليمين ده وبيتسمع منه اللي قاله بالزبط وأنا دايما بوصي في حالات الطلاق وأيمان الطلاق بالاتصال أو التواصل مع دار الإفتاء المصرية في لجنة مخصصة بهذا الأمر وأنا يعني منذ ما إحنا بتدينا مع حضراتكم حالات الطلاق دائما أبدا بنحولها إلى دار الإفتاء سواء بالطلاق الطلاق المباشر أيمان طلاق أو الطلاق معلق كل أنواع الطلاق إلى دار الإفتاء المصرية هنستأذن حضراتكم نطلع الفاصل وبعد الفاصل إن شاء الله نتواصل مع حضراتكم ونواصل الرد على أسئلة حضراتكم اللي بنتشرف باستقبالها على صفحتنا الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عدرة اللهم اجعل هذا البلد آمن وسائر بلادنا وارزق أهلهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر اللهم اجعلنا مسلمين لك واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم آمين 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 أهلا وسهلا بحضراتكم ما زلنا مستمرين في الرد على أسئلة حضراتكم اللي بتفد على صفحتنا الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع دكتورة ناتزي عمارة ومعانا سؤال هل يجوز أني أعمل أكتر من عمرة في يوم واحد ولا لازم مدة معينة بين كل عمرة لا مانع وإحنا قلنا قبل كده هذا الكلام لا مانع شرعا من تكرار العمرة والموالاة بينها في الصفرة الوحدة يعني أنا مسافر عمرة خلصت العمرة بتاعت ينفع أن أنا أعمل آه ينفع بل يستحب بذلك لمن استطاع والإحرام بالعمرة بعد بقى ما بتتحلل من العمرة الأولى بتحرم بقى بالعمرة التانية فيما بعدها فإنك بتخرج في كل مرة أنت عايز بعد ما تتحلل بتخرج كل مرة إلى أدنى الحل اللي هو التنعيم أو بتروح اللي هو مسجد سيدة عائشة رضي الله عنها فبتحرم منها بيء العمرة مرة تانية لأن أنت لازم في الإحرام تجمع ما بين حل ما بين حل وحرم وهكذا فأنت بتخرج لأدنى الحل وأقرب مكان حل للحرم هو التنعيم مسجد سيدة عائشة هنا وده مذهب أن أنت تقدر توالي بين العمرات ده مذهب جماهير علماء المسلمين سلفا وخلفا وهو قول أيضا الحنفية والشافعية وقول كذلك جماعة من المالكية الدليل على كده عموم الأدلة عموم الأدلة الواردة في استحباب التتابع والمولاة بين العمرة والأخرى يعني منها مثلا ما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما طيب الحديث ده لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أنك تكون أو تكون العمرتين دول مثلا في سنة أو في سنتين ما حدد ليش الحديث والحديث برضو العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما بين ليش أو ما حدد ليش أو ما وقت ليش أنه لازم يبقى فيه وقوع فاصل زمني بين العمرتين طيب الأصل عندي في علم الأصول أن النص المطلق يبقى على إطلاقي ما لم يأتي ما يقيده أنا عندي نص فيه إطلاق العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما وما عنديش حاجة تمنع من التكرار والحديث فيه استحباب تكرار العمرة والمتابعة بين العمرات وليس فيه لتقييد زماني وليس فيه تحديد مدى ما بين العمرة والعمرة فالحديث على إطلاقه ما قدرش أقيده وقول لا ده ما ينفعش إلا ما يكون فيه دليل بيقول كده وكذلك ما ورد في شأن أن الإكثار من مكفرات الذنوب مطلوب شرعا مطلقا بأي ده إلا أخرجه الإمام الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر وذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة يعني التكرار والموالاة يدخلان في عموم الأمر بالمتابعة بين الحج والعمرة كما هو واضح يعني أني ما عنديش مانع لما أنا النهار ده سافرت العمرة الخميس الجمعة أي يوم فعملت عمرة الخميس الصبح وبدأ لي أن أعمل عمرة تاني بتحلل أطلع التنعيم أو عند مسجد سيدة عائشة وأنوي العمرة الأخرى وأرجع أبتدي أعمل العمرة ربنا قدرني أعمل ثلاث عمرات أنت وطقتك وانت وقدرتها في هذا الأمر فالأحاديث كلها جاي على إطلاقها وفيها استحباب وهي من مكفرات الزنوب ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم دائما أبدا علينا وعليكم بالمتابعة بين الحج والعمرة اللهم أمين أجمعنا وبناء على ما تم توضيحه فإنه يجوز بل يستحب للمسلم أنه يعتمر وأنه يكرر العمرة وأنه يوالي بينها وكلما تحلل جاز له الإحرام بغيرها بشرط أنه يخرج في كل مرة إلى أدنى الحل أقرب نقطة للحل فيحرم منها بالعمرة وذلك مسجد السيدة عائشة بالتنعيم وربنا يعين ويتقبل هنسيب حضراتكم مشاهدينا مع فقرتنا فقرة كتاب قلوب عامرة برواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل كتاب قلوب عامرة الفكرة الأساسية بتاعته إزاي نعلم الناس كيف يطلق القرآن الكريم بطريقة يسيرة مبسطة على الجميع إحنا بنعتمد في الأساس فعلاً على طريقة التلقين وده بيجي من خلال إنه بيقرأ فبيبقى فيه بعض الأخطاء فبنصحح الأخطاء ونذكر بيه القاعدة طفل معاك إنت ده لما بيتحببه في الأمر بيستجيب بسرعة جميلة لأن القرآن ميسر للذكرات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم أمين مرحباً بكل مشاهدينا الكرام في كتابنا كتاب قلوب عامرة وهنكمل ما بدأناه إحنا في سورة نازعات هنكمل بقى كنا صححنا الآية خمسة هنبتدي من الآية ستة إن شاء الله نصحح النهاردة للآية 14 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترجف الراجفة يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإنما هي زجرة واحدة زجرة يعنيكم هنا زجرة زجرة ها؟ يقولون ده من أحكام النون السكنة والتنوين إذا جاورها حرف من حروف الإضغام سواء الإضغام بغنة حنغن إضغام من غير غنة حنضغن بس من غير غنة اللي هي اللام والراء الواب من حروف الإضغام بغنة بغنة أحسنتم فإذا هم بالساهرة يلا يا حنين من أول يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يلا يا آدم يقولون أئنا لمردودون يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئنا لمردودون في الحافرة أئنا كنا عظاماً نخرة قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ يَلَّهِ عَبْدَالَّ قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ أحسنت يَلَّهِ شُرُوءٌ يَوْمَ تَرْجُفُ يَوْمَ تَرْجُفُ 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 قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ها هي يا أنس مش بتاعتك دي مش بتاعتك دي انزعلني مش بتاعتك عندك إظهار كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ تَنوين عندك إيه اللي على التاء مربوطة تَنوين مضموم أحكام النون السكنة والتَنوين إذا جاء وراها حرف من حروف الإظهار أبين النون ولا خفيها أبينها أبينها طيب دا انت عندك حرف من الحروف الحلقية أهو حرف من حروف الإظهار بتعمل غنى ليه مفيش أنا ها أظهر على ته هتبقى إيه؟ قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ أيوة أيوة كده كده أنس كده أنوسي غير كده ما تبقاش أنوسي خالص يلا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ واحدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ أنوسي مش بقى في البؤي في الهنا ما أقولش هُم هُمْ 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 فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ يلا يا سارة يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةٌ تَتْبَعُها الرَّادِفَةٌ قُلُوبٌ يَوْمَ إِذٍ وَاجِفَةٌ أَبِّصَارُهَا خَاشِعَةٌ يَلَّا يَسَادَ يَقُولُونَ يَقُولُونَ أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةَ أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةٌ قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ أحسنت صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا رفيقا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين اللهم آمين يا رب العالمين أهلا وسهلا بكل مشاهدينا الكرام ما زلنا فيه شريف رد على أسئلة حضراتكم اللي بنتشرب باستقبالها على صفحتنا الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة معنا سؤال هل يجوز أن أصلي صلاة الغائب على أموات المسلمين في أي مكان وليس أحد بعينه أصليها كل يوم يعني طبعا لازم نذكر بأن أجمع سادة العلماء على أن صلاة الجنازة فرد كفاية فرد كفاية معناه إذا قام ببعض المسلمين سقط الإسم عن البقين يعني دلوقتي رفقت أو أقيمت صلاة الجنازة مجموعة من المسلمين رحوا يصلوا على هذا المتواف سقط الإسم عن البقين اللي مرحوا يصلوا ده معنى فرد إيه كفاية والأصل في صلاة الجنازة إنها بتكون على ميت حاضر يا أخي الفاضل ويجوز لمن لم يتمكن من الصلاة على الميت حاضر إنه يصلي عليه غائب سواء هيصليها في جماعة يعني كانت الصلاة دي جماعة فراد أنه هيصلي لوحده وسواء أن كان قد صلى عليه أم لا ويسقط ذلك فرد الصلاة عليه يا أخي الفاضل والقول بجواز الصلاة على الميت الغائب هو زي ما هو معلوم هو المختار للفتوه وهو قول الشافعية والحنابلة وصلاة الجنازة أو الجنازة هي نوع عشان نبقى فاهمين نوع من الدعاء بالرحمة والشفاعة الحسنة لهذا المتوفى أو لمن نصلي عليه أو عليه والشهادة له بالإسلام وكل ده بنعمله طلبا من الرحمن طلب لرحمة الله تعالى ومغفرته لهذا الميت أو للأموات اللي بنصلي عليه فقد روى الإمام مسلم عن أمنا السيدة عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه يعني لو صلى عليه مية ومية دول بيدعولوا بقى أن ربنا يخسر له ويرحمه بسبب المية دول يغفر له ويرحم ما بالك بقى لو كانوا أكتر من كده وشوف قد إيه هذا الدين رحمة كله ومن هذا المنطلق لا مانع من صلاة الجنازة على من غابة من أموات المسلمين ونذكر كده بكيفية صلاة الجنازة على الميت الغائب وبتكون بصفة يعني الجنازة لو كان الميت حاضر قدامي يعني من حيث اكتمال الشروط والأركان فمن حيث الشروط والأركان فهي عبارة عن أربع تكبيرات أربع تكبيرات ولا أذان في صلاة الجنازة ولا إقامة ولا ركوع ولا سجود ولا يشترط فيها الجماعة يمكن الواحد يصليها الوحده بل الصلاة الجماعة فيها سنة فقط كما هو مذهب جمهور الفقهاء وبيشترط فيها نية صلاة الجنازة واستقبال القبلة للمصلي وطبعا الطهارة من الحدث وبيقرأ المصلي بعد إحنا قلنا أنها أربع تكبيرات فالمصلي بيقرأ بعد التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وبعد كده يقول الله أكبر التكبيرة التانية بيقرأ نصف التشهد الأخير اللي احنا بنقول فيه في الصلاة يعني من أول اللهم صلي على سيدنا محمد الله أكبر التكبيرة التالتة بندعو لي هذا المتوف أو لو كانوا أكتر من واحد وبعد كده الله أكبر التكبيرة الرابعة بيدعو فيها المصلي لنفسه ولجميع المسلمين وربنا يتقبل من الجميع ويرحم موتانا جميعا وموتى الناس أجمعين بالنسبة للسؤال الثاني سائلة بتقول كنت سائل مع زرها بيقول سمعت من أحد الشيوخ أن في حاجة اسمها اللطيفة يعني أنه يعود يردد ربعمائة اربعة واربعين مرة بذكر يا لطيف لتحقيق طلب ما أو لدعاء ما يا ترى ده صحيح ولا لا هو عموما ورد في الشرع الشريف التوجيه الشرعي والأمر الإلهي بذكر الله تعالى ودعائه بأسمائه الحسنى فقال تعالى ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها يعني الإنسان هو بيدعي يستعمل أسماء الله الحسنى وهو يدعو ربه فيستحب للإنسان أن يدعو بذلك فيقول يا رحمن ارحمني يا لطيف ألطف بنا فيما جرت به المقادير ونحو ذلك يا رزاق ارزقني ونحو ذلك من الأسماء المباركات أن الإنسان يستعملها في دعائه ويوظف يستعمل الإسم كمان ينتخب من الأسماء ما يحتاج إليه ويجوز الذكر بردو بالأعداد في الأسماء الحسنى سواء أنا حقول مثلا لفظ الجلالة أو في غيره من الأسماء فيقول الإنسان مثلا يا الله يا الله بالأعداد معينة مثلا أو كما ييسر الله له يعني ممكن أن يستغرق الوقت فيقول يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله حيقولها مية حيقولها متين حيقولها ألف حيقولها بالقدر اللي ربنا سبحانه وتعالى يفتح له به أو عايز يذكر بعدد معين لا مانا ومن ذلك برضو الذكر باسم الله اللطيف فاسم الله اللطيف من أسماء الله تعالى الحسنى اللي فيها من الأسرار والأنوار والبركات والفتوحات ما فيها فيقول الإنسان يا لطيف يا لطيف يا لطيف ويعد عدد معين عايز يضبط عليه الذكر بتاعه براحة عايز يقول أعداد مفتوحة لا مانع من ذلك شرعا حسب الطاقة حسب استطاعة الإنسان واللي كنا بنتلقى من المشايخ الكرام أنه من خواص هذا الاسم يا لطيف في الذكر به بالأعداد يعني مثلا كانوا مشانيخنا يفضلوا نذكر بيا لطيف 129 مرة أو 514 مرة وذلك كانوا بيسموها من المجربات يعني جربها أهل العرفان ففتح الله عليهم سبحانه وتعالى من أنوارها وخيراتها وبركاتها وقد قال بجواز العلم بالمجربات العلم والعمل بالمجربات مجموعة من العلماء الكرام ومنهم الشيخ ابن تيمي الحنبلي وغيره بناء على ما فعله الصحابي الكريم من الرقية بصورة الفاتحة فحصل ببركتها الشفاء وذلك هذا حصل مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه أن يرقبه لكن فتح عليه ربنا ادالوا هذا الفاتح وقلده بعد ذلك من قلده من أهل العلم والمسلمين وبننبه على شيء ضروري أنه في الذكر في كل أحوالك مع الله لابد من كمال التوجه بالقلب وصدق التوكل عليه لأن الأمر كله لله توجه القلب بإخلاص لمن بيده ملكوت السماوات والأرض ويتوجه القلب إلى الرب سبحانه وتعالى سائلا الله سبحانه وتعالى وحده وإنه يصرف السوء وإنه يكشف السوء وإنه يأتي للإنسان بالخير بالذي هو خير له فيسأله من خير الدنيا والآخرة يتوسل في ذلك بأسماء الله الحسنى وصفاته العلا وكل ما تصاحب الذكر بالأسماء بيفتح لك بيفتح لك أبواب بتوفق فيها كيف تذكر الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا وفي الختام نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء ممتسلين في ذلك الأمر الإراهي الكريم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام اللهم إنا نسألك بمحمد النبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك نسألك نصرا عزيزا نسألك فتحا مبينة نسألك عزا عظيما يا من بيده ملكوت كل شيء إنك على كل شيء قدير نسألك نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا بحول الله لا يقدر علينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا الله يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء اللهم اجعل لغزة وفلسطين فرجا ومخرجا اللهم اجعل لغزة وفلسطين فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين وآخر دعوانا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم أمين نستودعكم عناية الرحمن الرحيم